هذه الظواهر المدمرة هذه الظواهر المدمرة أرسلها الله كإنذار وعذاب للبشر ليعودوا إلى منهج الله يعني أنت علميا عندما يكون لديك جهاز دائما الجهاز حتى يعمل بكفاءة عالية ماذا تفعل له كل فترة تقوم بتعديل مساره أو بتعديل بعض الأجزاء فيه ليبقى يسير في الاتجاه الصحيح كذلك البشر الإنسان إذا تركته هكذا سوف يطغى لأن النفس مر بالسوء والإنسان بطبيعته يتبع الشهوات فيحتاج كل فترة إلى ما يعدل سلوكه يرجعه إلى الطريق الصحيح فهذه الأعاصير هناك أنواع كثيرة منها ولكن من أكثر الأعاصير تمارا هو ما يسمى بأعصار النار إعصار النار إعصار النار نعم هذا الأعصار الذي نشاهده أمامنا الحقيقة يمكن أن يرتفع إلى ثلاثمائة متر سلم يا رب سلم يا رب وهو من أشد أنواع الأعاصير تدميرا وخرابا وإحراقا للغابات يستهدف الغابات على فكرة في الجزيرة العربية هذا الأعصار لم يضرب نهائيا لأنه لا يعمل في الصحراء يحتاج إلى غابات ليعمل بها فعندما نجد في القرآن العظيم إشارة لمثل هذا الإعصار الذي اكتشف لأول مرة عام 2010 سبحان الله فهذا يدل على أن هذا النبي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام هذا الإعصار يقول عنه العلماء عندما رأوه أول مرة ضرب غابات البرازيل ثم ضرب غابات أستراليا عام 2010 و2011 ثم ضرب كاليفورنيا ثم في بريطانيا يعني سنويا يتكرر منذ 2010 حتى اليوم ولكن لم يوظر إلا في 2010 بالضبط نعم وأخبر به سيدنا النبي من 1200 سنة نعم في القرآن الكريم نعم فهذا الإعصار أطلقوا عليه عام 2010 فير تورنيدو أي إعصار النار إعصار النار وهذا المصطلح العلمي بقي مستخدما حتى عام تقريبا 2013 ولكن في أستراليا عندما تكرر وضرب عدة مرات قاموا بعمل دراسة لاستكشاف أسباب وتركيب هذا الإعصار فوجدوا حقيقة أنه لا يوجد شيء اسمه إعصار النار وجدوا أن المصطلح الألمي غير دقيق نعم وجدوا أن هناك حريق موجود أصلا في إحدى الغابات ويتصادف هذا الحريق مع مرور إعصار هواء عادي وعند مرور هذه الدوامة الهوائية بالقرب من هذه النار ما الذي يحدث تدخل النار عبر هذا أوامة الهواء فيتشكل إعصار فيه نار سبحان الله إعصار فيه نار دخلت فيه نار فيقولون علميا أن الأدق علميا أن نقول إعصار دخلت فيه النار وهم يقولون لا يوجد شيء اسمه إعصار النار أصلا هم يقولون كذلك نعم فلو رجعنا إلى القرآن العظيم عندما تحدث الله عن رجل منع زكاة ماله وكان لديه أخطاء وأحب الله سبحانه وتعالى أن يرجعه إلى الطريق الصحيح وضربه مثلا لنا نحن نعم فقال أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات ثم قال بعد ذلك وأصابه الكبر تجري من تحتها الأنهار وله فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر هذا الرجل الذي لديه جنة فيها ثمر فيها نخيل فيها أعناب فيها فواكه وهو طبعا غني جدا هذا الرجل لأنه لديه جنة يعني بستان كبير ولكن هو كبير سن ولديه أطفال ذرية ضعفاء فكان كل طموحه أنه إذا مات سيترك هذا المال وهذا الرزق لهؤلاء الأطفال يستغنون به ويعيشون حياة رغد يعني فيقول تعالى وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاَحْتَرَقَتْ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فِيهِ نَارٌ إذن إعصار أتى ودخلت فيه النار سبحان الله انظر الدقة يعني الدقة العلمية نعم كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صحيح انظر هذا المشهد يدعوني إلى التفكر أنا كمسلم إلى التدبر إلى التفكر هذا المشهد الذي يقول عنه العلماء إنه أول مرة اكتشف عام 2010 وأول صورة التقطت له كتوثيق علم 2003 صورة فقط ليس فيديو سبحان الله ولم تتم دراسته إلا عام 2013 طيب القرآن نزل قبل أكثر من 1400 سنة نعم ويقول لك فأصابها إعصار فيه نار يحدد لك بدقة كنوى من العذاب لهذا الإنسان وتحذير لنا يعني هذا لماذا نقول هو جند من جنود الله لأن جنود الله مهم من مهامها تحذير البشر لإرجاعهم إلى الطريق الصحيح نعم يعني أنت عندما يكون لديك مشكلة في مكان ما وهناك أناس يقتتلون تحتاج إلى جنود لضبط هؤلاء الناس أليس كذلك نعم فمن مهام الجندي ضبط الفوضى ضبط المشاكل ضبط الخلل فأنت أيها الإنسان عندما يحدث لديك خلل في تطبيق هذا الدين الحنيف وعندما تبتعد عن منهج الله تبارك وتعالى يرسل لك الله هذا الجند محبة بك وليس الله يحقد على البشر كما يدعي الملحدون أو يريد أن ينتقم من البشر يرسله ليصحح لك المسار وينذرك هذه الآية أين وردت؟ في سورة البقرة نعم وردت كمثال يحذرني أنا كإنسان مؤمن يقول لي أنظر لو كان لك هذه الجنة من النخيل والأعناب وفيها من كل الثمرات والأنهار تجري من تحتها ثم جاء إعصار وضربها فاحترقت على فكرة إعصار النار يضرب بسرعة هائلة يمكن أن يحرق مثلا إذا كان لديك مزرعة مساحتها 30 كيلومتر مربع يعني ضخمة جدا خلال 5 دقائق أو 10 دقائق يحرقها سريع جدا يعني لديه سرعة في الإحراق وعنف شديد فضرب الله لنا هذا المثل ليعطينا عبرة نتفكر بها سبحان الله كأنه يريد أن يقول لك أيها الإنسان انتبه يوم القيامة قريب والحساب قريب فعدل سلوكك وإرجع إلى الله سبحانه وتعالى وإذا كنت مقصر فادفع زكاة مالك إذا كنت لا تنفق أنفق في سبيل الله سبحانه وتعالى لأن هذا الرجل الذي كان لديه هذه الجنة وهذا البستان الكبير لم ينفعه ماله وكان لديه ذرية ضعفة فكانت حسرة أنه شاهد هذا الإعصار يضرب هذه الجنة ويحرقها فأصابها إعصار في نار فاحترقت فكذلك أنت لا تعرض نفسك لما تعرض له هذا الإنسان فهذا تحذير من الله وبنفس الوقت إعجاز علم يرد على أولئك المشككين يقول لهم أنتم تدعون أن القرآن كلام أساطير وكلام بشر نعم كما قال لي أحد الملحدين ذات مرة قال لي محمد عليه الصلاة والسلام ذهب في رحلة في الغار ثم عاد وقال رأيت جبريل هل نصدقه أين الدليل هل رأاه أحد لم نرى جبريل ولم نرى الوحي ولم نرى كذا طيب هذه الآية أليست أليست حقيقة دامغة وواضحة أمامنا تقول لك بأنه لا يمكن لبشر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في القرن السابع الميلادي والنبي يعيش في صحراء يعني لا يمكن أن يرى مثل هذا المشهد أبدا نعم كيف تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام بأن هناك إعصار فيه نار وجاء بالمصطلح العلم الدقيق الذي يقربه العلماء اليوم وحدد لك أن هذا الإعصار لا يعمل إلا إذا كان هناك بستان أو جنة لم يقل إعصار فيه نار فقط لا ربطه أي ود أحدكم أن تكون له جنة أي بستان فهذا يشهد على صدق القرآن وصدق رسالة الإسلام وهو تحذير لنا عسى أن نعود إلى الله تبارك وتعالى حتى يتبين لهم أنه الحق